الآن أنت عندما ترجع الآن مثال صغير أضرب لك عندما ترجع إلى الأصول الأربعة أو الخمسة التي تبتني عليها مدرسة أهل البيت هذه بناها الشيخ المفيد قبل الشيخ المفيد غير منقح وهي أنه الإمام لا بد أن يكون منصوصا الإمام لا بد أن يكون معصوما الإمام لا بد أن يكون عدده إثنى عشر الإمام الثاني عشر لا بد أن يكون ماذا حيا هذه الأصول التي بناها بناها الشيخ المفيد ملانف في كتبه وقبل ذلك ومنه صارت أصول المذهب خلصة ومن ينكرها مو فقط يخرج عن المذهب في المتقدمين يخرج عن الدين كافر هس منه بناها أنت لم تسمع من الإمام الصادق أنا لو كنت في خدمة الإمام الصادق لو كنت في خدمة رسول الله ويقول الاعتقاد بإمامتنا أصل الدين فمن أنكرنا فهو إلى النار من يعتقد بعصمته يقبل تهت القضية أليس كذلك ولكن أنت ممن تسمعها تسمع من الشيخ المفيد الذي هو في القرن الخامس أواخر الرابع يعني بينه وبين النبي بين النبي أربعة قرون واتخذت وأصلا مسلما يعني الآن أقولها بشكل واضح وصريح لكل من يتابع هذه الأبحاث أن هذه الأصول التي توجد الآن ويبنى عليها تبنى عليها مدرسة أهل البيت هي التي بناها الشيخ المفيد فهذه هي القراءة المفيدية لمدرسة أهل البيت تصوير البيت يتبنت وي تبنى